الخبر لو اللي عدنا عن تهجم متابعين فانزات يارا مار على النور مارو فريقة فمحمد مار نزه هذا المقطع على قناته ولمشارة موجودة بي يارا مارو وهيصار لها رابع يوم تختفي بي على المقاطع فلما نزل المقطع هوي من الكومنتات اللي جدت عليه انه وين يارا مارو كلام بالانجليزي مكتوب عليه جيش يارا مار انه يريدون يجمدون المشاهدات ولكن اختفت هذه التعليق لكن الصراحة بوجهة نظري انه هذا الهجوم ما لدعي ابد فيارا طلعت بستوري وقالت انه هي غايبة بسبب الدراسة مو اكثر ونحن ترجع للمقاطع يوم الاحاد راح اطويكم هذا الستوري شوفوه حبا يا جماعة كيفكن حبا تعتذر منكم ان انا صلي فترة كتير منيحة مغيبة عنكم ومعا منزل للكون وهيكي بعتذر كتير عن جد بس انا طرح علي ضغط امتحانات ومدرسة وهذا الحقيقي اللي ياتو بس رح ارجع اتفاعل مثل اول واحسن ازال الله راض فكمان كونو كلكم منتظرين يوم الاحد ساعة سباح هنزل لكم فيديو بجنن على قناتي الفيديو كتير حلو وبيدياكم يكون دفع عليكم عليه كتير كتير قوي فيس بس ايك بحبكم فاكتبونا يا حباي بالكومنتات شو رايكم هذا الخبر وشو رايكم بالهجوم اللي تعرض لنور مارو فريقة الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فاول اليوتيوبر اللي عدنا هو محمد اجواني واعلان عن نزول اغنية الجديدة محمد اجواني نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري واللي كان يقول بي انه اغنية الجديدة قريبة كلش فراح تنزل في 2021 شهر الاول يوم دعش اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو مصطفى ريدر فمصطفى نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري واللي يطلب بيه من المتابعين انه يشتركونوا بقناته مع الاغاني لان يقول انه بالفترة القادمة رح ينزل بيها هوايا اغاني تريدر نزل على قناة الثانية لبرومو على اغنية الجديدة فراحطوكم هذا البرومو اسمعوا وبنفس الوقت رحطوكم رابط قناة تريدر وصلوا 100 الف مشترك طبعا من الواضح ان الاغنية رح تكون دستراك وممكن تكون على وسام تيكت فاكتبونا يا حباي بالكومنتات اللاغنية 850 اكثر الخبر الثالث اللي عدنا عن نورستار وليش صارت تبتشي فنورستار نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الستوري واللي كانت تطلبي من المتابعين انه يقولوا لها مكان هي تصور بي حابينوا نشوفهم تصور بي اللي هي ناس الفكرة اللي سوتها اصالا بارحة اللي هو صراحة شايف هذا الترنت جدا غبي المهم نور لابت طلب واحد واللي هو شخص طلب من عدها انه تبتشي قدام الكاميرا ولكن صراحة حاسيت من الواضح انه نورستار هي ضايجة وتريد تبتشي ولقيتها حجة يعني فقالت انه موعدة صورة قديمة هي اذا تبتشي بيها فلهذا هي طلعت قدام له صارت تبتشي فاكتبونا يا حابين بالكومنتات هل تعتقدون نورستار ضايجة من شي الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان تيكيت وكشف حقيقة ليش يسمي قناتها بيسان فخر الدين ففخر الدين هو مو اسم عائلتها وانه مو اسم عائلة وسام تيكيت ولكن بالنسبة الاشخاص الميعرفون شن السبب بيسان تيكيت وويسام تيكيت هما يحبون بعض وعن قريبة توقع راح يتزوجون فلهذا السبب بيسان زمي قناتها بهذا الاسم او ممكن يكون ويسام هو اللي يطلب من عد هذا الشي وطبعا المعلومة بس فبيسان تعرضت للهجوم باول مقطع نزلته فطبعا المشكلة بين ياسو وبيسان فهي مشكلة قديمة حتى من لما تشارد فريق ففانبولي وطبعا اكو اشخاص الى الان يعتقدون انه بيسان هي السبب خروج ياسو من فريق ففانبولي فهوهي من الكومنتات اللي جدت على المقطع كان كلام بالانجليزي يريدوني جميدوني المشاهدات على القناة بيسان الجديدة ومكتوب عليها جيش ياسو فاكتبونا يا حباي بالكومنتات شو رأيكم بالهجوم اللي صار الخبر الخامس اللي عدنا عن نارين بيوتي واشاعات الزواج اللي عليها ما تخلص فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوس واللي كانت لابسة فستان لارس وكانت كاتب يكتبوني السر ووعدكم ما رح اقول للاي احد فهوهي من الكومنتات اللي جدت يقولون ان النارين بيوتي رأي تتزوج في الهذا يلابس هذا الفستان واشخاص قالوا انه هي اساسا من الزوجة وحامل في الهذا حطا ايدها لبطنها ولكن هذا الكلام مجرد اشاعات عليها مو اكثر وتوقع هذه الصورة ايما اخذتها من الفيديو كليب فشانت لابسة نفس اللبس يعني مالتها وسوالله نوصلنا لها في المقطعات من المقطع جاوكم اشتركوا بالقناة شاناكم في ازيان وخاتم الملكة القصص وبس مع السلامة